كتيرا بالملايين بتنفق لتشويه الشرطة أو وزارة الداخلية ما بننفيش إن هناك بعض التجاوزات من عدد من الضباط وبنتصدلها وبنتقدها وحنفضل كده لكن لابد نعرف حقائق أو أرقام ما نعرف إن من 25 يناير لحد دلوقتي سقط 400 شهيد من الشرطة من 25 يناير ل 3 ديسمبر بس منهم 87 زابط أنا بس عايز أقول أي شاب من الشباب اللي بيعطرد على الشرطة وأي مواطن تصور إنك بتشتغل في شغلة بتخرج فيها عارف إنك ممكن ما ترجعش سقط 87 زابط شرطة و118 مجند و182 فرد أمن و11 غفير و2 موظفين مدنيين 400 واحد عدد شهداء الشرطة بس بعد 14 أغسطس بعد الهولوكوست اللي عاملينه إخواننا التطار الجدد سقط يعني في الفترة دي من 14 أغسطس 158 شهيد منهم 38 زابط و58 فرد عسكري و55 مجند و5 غفر و2 موظفين كل دول إخواتك أو لدعمك أو قريبك أو 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 لهذا لا ينفي أن هناك ضباط خارجين ويجب أن يحاسبوا وإن أنا ضد الزابط الشرطة اللي أطلق رصاص وموت طفل أو زابط شرطة بيعتدي على أي مدني أو يتجاوز لكن المسألة مش حال عام أهم شيء النهاردة في الشرطة أو في الداخلية إدارة المفرقعات بالداخلية اللي بتتحرك وبتحمي أو بتمنع جرائم كثيرة جدا حصل وقاع لكن إدارة المفرقعات دي بتطارد الجريمة قبل ما تحصل النهاردة معنا سيدة اللواء محمد جمال مدير إدارة المفرقعات بالداخلية أهلا بحذيك فاندم أهلا سيدة فاندم الإدارة يعني إيه إدارة المفرقعات دي عندنا من زمان مثلا وهل فيها عدد كافي من الضباط غطي مصر هو ده تمفرقعات أحد الأنشطة اللي بتقدمها أو أحد الخدمات اللي بتقدمها الإدارة عامة الحماية المدنية بوساطة الداخلية للجمهور الخدمات بتبتلي من الإطفاء سواء وقاية أو مكافحة الوقاية طبعا اللي هو المواد اللي هي بتكافح الحريق أوتوماتيك اللي هي يعني بتطلب وبتتنفذ وساعة لما بيقوم الحريق بتنتقل عربات الإطفاء وتروح تطفي بيحفر عندنا حراء حينا ما بنلاقيش الحاجات دي لا لا بتروح العربات بتروح بس ساعات المرور بس هو اللي بي لا يعني مثلا لما كان وقت حريق الأنظمة لأنظمة الإطفاء التلقائي كان ضعيف المجمع العلمي ما كانش ده مش موجود هو الأنظمة أنظمة الإطفاء التلقائي عشان بس الصيانة لأن الناس ما بتعملش الصيانة على طول فممكن تبقى فيها مشكلة طيب المفرقعات بقى إدارة المفرقعات دي اللي هم إحنا خلصنا الإطفاء ودخلنا على الإنقاذ برضو خدمة من خدمات الحمال المدنية الإنقاذ فيه إنقاذ بري اللي هي إنقاذ المحصولين تحت العنقاذ لفي حالة آه دي بنشوفها كتير وفيه إنقاذ نهري اللي هو برضو المسطح المائي عموما لو فيه مراكب سياحية أو فيه حد غريق برضو الإنقاذ النهري بيتطلع بأنه هو ينقذ الناس في المسطح المائي الخدمة المفرقعات بقى اللي هي الخدمة اللي هي من بعد الثورة على طول ابتلت اكتشاف القنابل عن القوات المسلحة والابلاغ عنها وبعد كده في التمانينات ابتلت تبقى اكتشاف واتخاذ اجراءات وبعدين جينا في التسعينات في بداية التسعينات ابتلت وزارة الداخلية تطلع بانها تطور جهاز المفرقعات في وزارة داخلية تصفر زباط برة تنتقل سالة الضباط اللي هم اللي بيتعاملوا مع المفرقعات وبتالينا من سنة 94 عندنا فرق تقريبا على مستوى الجمهورية في كل مديرية امن فيها فريق للتعامل مع المتفجرات يعني لما بيحصل اي بلاغ في اي محافظة مضمون انه هنلاقي رجال الداخلية في المفرقعات تمام ولو يحتاج دعم احنا بنجيب له الدعم من المحافظة اللي جنبه على طول يعني تقدر تبعاتلو اه على طول يعني فيه تنسيق بيننا وبين المحافظات بيننا وبين اقسام مفرقعات على مستوى الجمهورية يعني انه لو فيه قسم عنده اه مشكلة بنبعاتلو على طول من القسم اللي جنبه طب الحادثة اللي اتعرض لها وزير الداخلية نفسه مثلا يعني دي دي كانت حادث ما كانش فيه اسلوب للوقاية منها هو هو طبعا هو الحادث ده كان يعني يعني واضح انه انه تنفذ في المكان ده بالذات لانه كان فيه صعوبة في خط السيل ما كانش يقدروا ننفذوا العملية دي في خط السيل يعني هو كان اضعف مكان كان هو المكان ده والمكان اللي عند الوزارة يعني هما كانوا بتعاملو درسين اه لا خطوط السيل كتصعبة جدا عليهم لانه فعلا خطوط السيل بتتغير كل 200 متر فهما كانوا درسين كويس يعني اه فيه تخطيط يعني هما في الشر متميزين مش كيفا طبعا لانهم عندهم دا كاترة واسادزة بيدرسوا الكيميا يعني هما حطين على النت في السيطاب بتاعتهم في الحاجات بتاعتهم وهما بيدرسوا المفروض يعني التلامزة بتاعتهم يعني ازاي يصنعوا المتفجرات بيدرسوها على النت حدر بتتبعوهم اه واحنا عندنا قضايا في يعني بتاعت 6 اكتوبر وبتاعت الشرقية ما وتمسكوا الناس وما بيصنعهم تفجرات في المصانع طب انبالح بقى حصل حالة من حالات الزعر شوية كده ان فيه محطة بنزين وطرية عربية وحتتفجر وجري الناس من امبي والازع بقيت تقول وحاجات زي كده حصتها كانت ايه دي والله هو يعني كان معتاد يعني انهم يحطوا الانبيب الغاز المسال او يعني السريع الاشتعال مع المتفجرات يعني من الايام حدست هي دي العربية فاندي ما ظن حدست ايوه دي من اعراض برضو العربية المشتبهة فيها انه طمس كلمة الاسماعيلية يعني اما لايه اي عربية مطموصة كده يبلغ عنها على طول ده عراض اشتباه يعني ايما مطموصة ايما من غير نمر ايما حط عليها او بغاية الرقم يعني دلوقتي انا بنشهد الناس فعلا اللي لايه عربية من غير نمر ما يسيبهاش لازم باعرب نقطة مرور ويبلغ ان فيها عربية من غير نمر دي المتفجرات الانبيب المتجز دي المتجز عادية خالص هو عموان احنا اعتدنا من ايام محاولة اغتيال دكتور عاطف صدق في الخليفة المأمول قدام مدازة المقنز حادثة شايماء ايوه اه كانوا حطيهم على المتفجرات انبوة اسيتلين عشان يزودوا كورة اللهب ويعملوا اشعال كتير وفعلا فيها عربية كتير اتحرقت في اليوم ده لكن دلوقتي هم يعني يعني ممكن تكون المواد المتفجرة شحت معاهم شوية عشان برضو القوات مسلحة يدغط عليهم جامد فبتروا يوصلوا لانهم يفجروا الانبي زي ما شفت في الافلام كده يعني حددك اول ما شفتوا في حادثة انبارح نبيب بوتجاز فتعرفوا ان المتفجرات بتخلص هم عندهم وما حطين برضو عندهم على النت زي ما يعمل الانبوبة كنبيلة يعني هم عندهم بيتدربوا في سيناء وفي غزة على المواضيع دي طب مش ممكن يكونوا بيستخدموا انبوت الانبوبة بوتجاز عشان الداخلية تشعر انهم المتفجرات عندهم بتقل وبعد كده يفاجئونها بحاجة مثلا كبيرة والله احنا يعني سال الوزير صرح بعد الحادثة بتاعته انه احنا داخلنا على موجة وموجة ممكن تطول شوية يعني احنا الحمد لله يعني ربنا استرها واحنا مستعدين طب احنا داخلين على استفتاء فبالتأكيد هيبقى فيه تكسيف عمل الامن الوطني عشان يكتشف الجريمة قبل ما توعع وحضراتكو برضو هيبقى عندكو جهد كبير جدا مستعدين لده ازاي استرها هو طبعا المعلومة بالنسبة لنا مهمة جدا لان فعلا المعلومة هي اللي بتحبط القنبيلة ابنة تنفجر يعني حد معلومة ان فيه واحد بيصنع مفرقعات لما نضبط الواحد ده قبل ما يصنع المفرقعات يبقى احنا كده احبطنا تنظيم كامل يعني تمام فالجهاز الامن الوطني بمعلوماته فعلا احنا في فترة طويلة جدا من 2000 لسنة 2010 احبطنا عملية كتيرة جدا مكانش حد بيعرف عنها حاجة يعني احزيمة ناسفة يعني احزيمة ناسفة وستدارة ناسفة من 2000 ل 2010 فعلا كان جهاز الامن الوطني بيعرف معلومات وكنا بنروح نضبط السدارة ناسفة والأحزيمة ناسفة اللي هي دي يا ست اللي هو اللي قدام لا لا دي ده بلغ كان في الألوان انا بتكلم على انه يبقى فيه يعني ده اعراض للأجسام مشتبه فيه يعني واحد يقول مثلا انت بنعرفه منين وكد تطلع منه اسلاك ملاكب فيه موبايل وملفوف عليها مثلا دي دانة مدفع دانة مدفع اه متغطية دي في العراق دي حاجة يعني حاجة مفتبه فيها اه دي في العراق مش عندنا اه لا في العراق دي حاجات في العراق ودي موجود عندنا منها دي في كرداسة اللي هي علبة البيبسي يحط فيها البرود ويقفلها وطلع منها الفتيل زيكت وهم متفوقين في ده اه لا لا هم فيه منبئة لا ده دي صورة بس صورة جرافيك لشكل القنبل يعني لكن هم متفوقين في صناعة المواد المتفجرة صناعة الموت عمو بيقدر يطلع من مواد متدولة متفجرات طب في الفترة الاخيرة فاند مسألة دي كتير زيادة هو طبعا ضبط المصانع اللي بتصنع المفجرات في داخل القاهرة يعني ده برضو يعني يعني ممكن يكون فيها خطورة يعني لانه العناميب المتجزد معناها انه افتقر للمواد المتفجرة فهو يلجأ اللي تصنعها بقى من المواد المتدولة لانه المواد اللي بيستخدمها عادة ما بيكون من مخلفات الحروب يعني من قنابل خارجة من الحروب يعني او مفرعات من تحت الارض يعني بيطلعوهم للألغام يعني لما تخلص المفرعات دي بيطلع يلجأ للكلام ده دي اشكال برضو ممكن حاجات ممكن تبقى قنابل يعني طب ايه المدى التطور بقى في استخدامهم يعني دي الحاجات البداية اللي هم بيبرعوا فيها لكن هل في حاجة جديدة مكادش موجودة عندنا وما كناش نتوقع انها تبقى موجودة كمفرقات ولانها هو وسائل التفجير اللي هو استخدام المحمول في التفجير انه هو يحط تليفون محمول مع العبوة وروح يتصل بها من اي بلد تانية لانه ده بيعوق جهات البحث في انها تكتشف الجريمة بسرعة لانه الجاني لما بيبقى انه حصل تطور في المسألة اه ده اه وبعدين التطور ده تطور سيارات المفخخة والتعامل عن بعد ده ترعرع في العراق ضد الامريكان يعني وما زال مستمر اه لقوا لقوا وخدوا وبقوا عندهم خبرة عالية جدا وخصوصا تنظيم القاعدة بقوا عندهم خبرة عالية جدا في تجهيز السيارات المفخخة وكيفية التعامل عن بعد مع السيارة يعني ازاي يقدر يديها اشارة للتفجير عن بعد بس انتم تتطوروا برضو فندم في الفكر وفي المقاومة وايضا في الاجهزة فهل في اجهزة مثلا حديثة هو فيه على مستوى العالم بالنسبة لخبارات وفرقات فيه قواعد بتحكمه فيه انظمة للتعامل مع المتفجرات الانظمة بتبتدي من اليدوي من اليدوي شغل اليدوي اللي بتشوف في الافلام لحد الروبوت يعني الروبوت زي لما نشوف كده الروبوت بينزل يفتح العربية كلها ويطلع لجوه ويقدر يتعامل مع المجهز يعني اهو دلاتي كانوا بيعرضوا اللي هي حادثة الاوتوبيس الاخيرة بالنسبة لنهود القوات المسلحة يمكان اهي قدام تتعتبر اكبر كمية متفجرات استخدامة في السيارة المفخخة اكبر مش بتاعة وزير الداخلية لا لا دي كمية عالية جدا 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 يعني دي كانت قدي ايه فندم؟ يعني على ما اظنوا انها معديها ربعمائة كيلوان ربعمائة كيلوان؟ اكتر من طوابة كمان اهو يعني وطبعا من جهات البحث الشغالة فيها لكن هي كمية كبيرة يعني يعني الخبار من فرقات عالم سواء العالم بيقولوا انه هي توصل ربعمائة كيلوان هو فيه من شكل الانفجار من شكل الانفجار اه اه انت حدك بتقدر تحدد قدي ايه من شكل الانفجار اه اه ويقدر اعرف فيه مواد مضافة ولا لا من شكل كرة اللهب نفسها يعني نقدر نعرف فيه مواد مضافة علشان تزود كرة اللهب ولا لا يعني ممكن يكون حتى انا بيبقى تجاهز حتى انا بيبقى سيتلين فبيبقى من كرة اللهب ان المفرقعات فيها مواد قبل الاشتعال او سنعة الاشتعال لكن انت حقيقة تقدر تطمن الناس ان المسألة دي مش منتشرة بما يجعلهم في حالة قلق لا لا هو زی ما حالتك قلت كده المعلومة مهمة جدا في الفترة دي يعني كل مواحد يشوف حاجة اه هو شاكك فيها اه هو محتار يتصل على طول بمية وثمانين يعني لو لاهة المية وثمانين مية وثمانين واردنا زلع الشاشة كمان اه يعني يتصل بمية وثمانين وهيجيله على طول الزابط المفرقعات ومعه زابط النجدة برضه بيتحركوا بسرعة والاستجابة بتبقى بسرعة ولو طلب النجدة نجدة بتاخد المفرقعات معه برضه لان لو فيه حاجة مشتبه فيها على طول الزابط المفرقعات بيطلع مع زابط النجدة انت حصل عندكو بلاغ النهارده للمعادي فيه فيه سيارة مشتبه فيها كانت قدام كرفور وتعاملنا معاها وتلع ما فيهاش حاجة بلاغ سلبية كتير قوي طول اليوم فيه بلاغات سيارات مشتبه فيها لانه عندنا برضه ثقافة البرك لسه يعني ان احنا نركب في المكان المخصص للركنة اه لا طبعا الناس بتركب في اي مكان فكتير قوي محد بيشتبه في طريقة الراكنة نفسها طب لما بتنتقلوا المكان زي ده بيبقى مثلا معاكو الروبوت اللي حاجة كل حاجة معانا السيارة فيها كل المعدات الروبوت ده كمان بيبقى موجود بيبقى موجود في العربية اللي بتنتقل اه ايه بيعمل ايه بقى الروبوت الروبوت عبارة عن عربة آلية بتشتغل بالرموت كنترول من غير سلك عليها زراع ممكن انه هو ده دي اللي قدامنا فن لا دي دي البوتاقة اللي احنا شايفينها دي دي بنحط فيها القنبلة ده الروبوت اهو وهو بتلع شنطة من جوة شنطة العربية يعني هو فتح العربية وشال الشنطة وبيخرجها من الشنطة العربية وبيحطها على الارض وبيتعامل معها برضو يعني بيقدر يضربها بطلقة مية صغيرة كده يقدر يشتتها او يفصل الاسلاك بتاعتها يعني الروبوت يقدر يعمل كل يعمل بناها دا بس برضو الروبوت له خطر يعني هو دايما يفجر القنبلة يعني عالتا ما يخطأ ويفجر القنبلة في نفسه فهو يروح هو كمان لا هو كمان بيعمل لنا مشكلة ان احنا بنبعا عاوزين نأمن القنبلة عشان نجيب الاسلاك والبطلات والمفاتيح عشان جهات البحث تقدر تتصرف وهو بيعرف يعمل العملية دي بس ممكن يخطئ بالزبط كده لانه البناده من اللي بتحكم فيه في امان وبالتالي ما بهمه يعني بيدوس يعني فهي دي مشكلة الروبوت تبع المسافة تقدي ايه 500 متر نصر كيلو ممكن يعني يعني ممكن يبقى على بعض نصر اه الويرلس سيستم بتاعه قوي يعني او النظام التحكم الاسلكي بتاعه كويس ومشفر استخدم بالفعل احمل يد في مصر عندنا من بقاله فترة احنا بتاعي اتخرجت سنة الثمانين كان فيه عندنا روبوت ماركت ساس في مصر ودلوقتي اتطور كمان اه لا الروبوت ده احسن روبوت في العالم اللي عندنا ده يعني نقدر نقول ان الادارة دي تعافت او ما اصبهاش شر يعني احنا احنا خدمات للمواطنين يعني احنا سواء اطفاء او انقاذ او مفرقعات كلها خدمة لمواطنين بنحط ده البدلة الواقع من شزايا الانفجار وده الزراع التلسكوبي ده بيقدر لو هو شايل شنطة فيها خمسة كيلو تين تي ممكن يبقى عنده فرصة في الحياة ولا بس البدلة دي يعني خمسة كيلو تين تي يقدر يعيش يعني ممكن يعيش يعني ربنا نسلمكو طبعا يعني مش هنقدر نقول لحضرتك ده طبعا برضو يعني ازاي بيتعامل بمدفع المية ده المدفع بياخد في انجال مية يقدر يأمن لعبه اصعب موقفة بقى اللي بتعرضو لها ايه فهم ال ان تلاقي متفجرات مثلا في مكان عشوائي او في سوق او في هو خبران فرقات عم سواء العالم اصعب حاجة بالنسبة لهم انه واحد انتحاري اه يضبط دون تفجير الحزام الناسف او السدير الناسف او تضبط السيارة بانتحاري من غير ما يفجر يعني بتبقى عملية صعبة جدا انا فيها عمليات حاصلت بندير في مصر او لا ما فيش الحمد لله لا لا ما فيش هو انا فاكر انه كان عمليات زي كده بس كان بيبقى الموضوع سهل يعني طب اللي هما بيبسوه بقى بمشر صناعة القنابل عبر الانترنت والاشياء دي هل بيقدر الامن الوطني يوصل للناس اللي بتقدم النمازج دي او التدريبات دي ولا ما بيقدروش هو المعلومات والتوصيق عندنا في الوزارة بتتابع المواقع دي وبتقدر تفيد الجهاز الامن الوطني بمعلومات معينة بيقدر يتتبعه لكن الشبكة الدولية المعلومات دي بقت يعني كرسة بالنسبة للعالم يعني حتى امريكا نفسها مش عارف اتحوش نفسها منه يعني شبكة المعلومات لو فتحت وجبت مثلا الموسوعة بتاع التنظيم القاعدة هتلاقي كل حاجة ده واحد بيسمع في بيته ده اه اه عادي يعني دخل البيت ده شاب كمان هما بيعلموه ده كأنه بيقل بيض يعني شايفه كأنه بيقل بيض مثلا هو يعني بيعلموه ازاي يعمل مواد المتفجرة ومفيش عليها اي خطورة بس طبعا لو فيه اخطاء معينة كده في الكيميا ايوه 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 انفجار في نفسه يعني هو طبعا المواد دي وحاظت البيبس هي اللي بقول لحاظتك عليها اللي هي منتشرة اللي هو بيحط فيها في تين امان طبع هو مش عنده ام او اخوه او اخته وجايب كمان كتاب الكيميا هو فيه مواد الكيميائية اله هو ده بقى ده بقى اللجوء للمواد دي ده واضح انه طالب ده يا فندم ولا حاج ممكن بقى هو طالب بس يعني انا بصراحة ما اعرفش بالضبط هو لكن جهات البحث يستشغال في الوقت اه ده يعني ده ده مجرم طبعا ودماغه يعني ممسوحها من اللي بيمشوا بكافة العفريد دول فيه لا بس فيه منهم ناس على دراية جامدة جدا بالكيميا اه ودول تعلموا على دين الاسادزة بتوع تنظيم القاعدة اللي هم علموهم اسادزة الارهاب والاجرام اه هم ده اسادزة في علم المتفجرات يعني يعني بيعرفوا ازاي يصنعوا المتفجرات بس هو كده معناها انه الموضوع حتة المفرقعات بقت ما يعني اللي قافل عليهم قافلة جامدة جدا وبالتالي هم هيبتلوا اللي جاءوا بقى يعني اللي هشتغلوا بها دي حاجات متاحة و ده سبق حضرتك حصل عندنا في مصر فترة التمينينات كلها حد بقى بقى حط عن بقى المتفجرات مع المفرقعات لكن اللي وحدها كده لا وكانت المسامير اللي هي كانت بتطلع تشوه الوجوش ده المسامير مع البومب يعني كانوا بيفرغوا البومب وحط عليها مساميره اه انا فاكر مثلا عندي اسم الاسباكية حصلت اللي هي العبوات البودعية اللي احنا بيقول عليها اللي هي يعني بيعملها الشباب الصغير يعني هو الصغيرين اللي هم يلعبوا الجرام اللي هو زي زي لكن تانين بيعملوها طبعا بقصد ان هم يصيبوا الناس يعني لانه الارهاب بيستخدم فرقعات عشان الاصابات مش عشان الوفيات يعني عاوز كل واحد ياخد مصمار يعني يعطل يعني بقى عشان يلبخ الدولة فيهم بحيث ان يبقى فيه مستشفيات وتقال تعالجه هو اسلوب استخدام فرقعات في الارهاب عشان الاصابة لانه اللي بيموت بياخد خارجته ويمشي لكن المصاب يفضل رايح جاي يشاهد على الحدث وده من ضمن الحاجات اللي بيخليها الارهاب يتمسك بالمتفجرات في الشغل انه عايز يبقى عايز يبقى فيه اصابات البلد تتلبخ في المصابين وتقال تتكلم عن مصابات ومهما الدولة على الجيته ومهما الداته معاش برضو بقى ناقب على الدولة يعني هو يعني ما بقاش مبسوط حتى لو راح وده اللي احنا خرجنا به من 25 يناير واللي بيتعمق قلب المصابين اه دي مشكلة طب ليه ما ظهرش ده قبل ما يعزى المرش المفرقعات دي المفرقعات اللي هي التفجيرات لا لا ما هو كان مسيطر على كله كان فيه سيطرة تامة يعني حتى في سينة كمان اه هما كان في اديهم ده ويستخدموه اه ومش بلتاجي اصرح بانه لو وقف في التو واللحظة هنوقف كل حاجة اه في نفس الثانية اه لو تراجع السيد في السينة لا ما فيه وسائق ظهرت انه هو اللي هو كان الاخر ده هو قلب السينة لا والوسائق قالت انه هو المكلف في ادارة العمليات في سينة فكان فيه سيطرة كان فيه ومازال موجود في سينة افهم المفرقعات متفجرات متفجرات اه لا موجودة انها اصلا مصرح للعملات العسكرية يعني في 73 اليهود وهم سايبينها كانوا يعني مليانها يعني مليانها ألغام ومخلفات وكل المخلفات بتاعتهم متحطت في السينة طب دي لم تفجرش فيهم ليه فانا لانه هما يعني لو واحد منهم مات مش مشكلة لا طب يعني هم يكون معهم بالخريطة من اسرائيل مثلا لا 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 هما الالغام كتير يعني هم بيقدر يطلع اللغم ويفكوا ويطلع منهم المادة المتفجرة او ياخد اللغم نفسه ويحوار ويخليك هرابة بدلا ما يبقى عادة ويستخدمه ضد قوات الشرطة ضد المدرعات زي ما بيعملوا كده طب هل في تطور في علم المفرقعات يعني كل يوم والتاني ما هما بيطوروا اسلوبهم العلم ده نفسه بيتطور والأجهزة بتتطور هو مع تطور الإرهاب الأجهزة بتتطور عادة ما الناس المسؤول عن صناعة الأجهزة الخاصة بكتشاف المتفجرات بيشوفوا المتفجرات وصلت لفين وبتولوا يخلوا صناعة الأجهزة تبقى ماشية معها يعني هما بيعملوا بيطوروا إنتاج المواد يعني بيقدر ياخد مواد من المطبخ النهار ده يامل بها مفرقعات نعم معنا الأرقام هيئة الأرقام ديه في حالة اي انت مشتبه في اي حد او اي جريمة السيارات بالذات او الإجرامية او عربية من غير أرقام او وقفة بأرقام مطموصة الأرقام معاكم وارجل صستها والنبي ما تشلهاش عشان هزة تلحق تكتبها يعني تتكتب هو عادة السيارات المفخخة بتبقى مسروقة بحدش بيفخخ سيارته يعني كل العربيات اللي تسرقت كلها ممكن تعدل انها تبفجر فبتبقى العربية مسروقة يعني راجل ما معاش رخص الديمر مطموصة بيبقى غريب الطباع بيركنها في اي مكان بيركنها ويمشي ورجع عجلة بعد يومين يعني يعني بيبقى فيه عراض معينة كده عربيات ركنت وفضلت يومين تم ما لازم نسأل بتاعت مين دي تم بقى في عربيات باركونا ورجع يخدها تاني ورجع يخدها تاني لا في عربيات الناس بتركنها جنب يعني في اماكن وبتسيبها بالشهور تمام بس بيبقى في المكان نفسه هم عارفينه وعارفين دي عربيات فلان لكن لما الحتة نفسها يقوله عربية دي مش تبعنا خلاص يعني احنا ما حلم يتم الابلاغ على طول على طول يعني حالتك بتبقى دي بالنسبة لكو شيء مهمهم مفيش مشاكل خالص هنيجي نفتشها وهنغطر المرور المرور بيكشف عليها وبيعرف هي مسروق او لا وفعلا بساعة كتير او بتطلع مسروقها حضراتكو فانديم بتبقى موجودين في الاماكن التجمعات الكبيرة او الكثفة لتأمنها مثلا لو في احتفال عام لو في احنا عندنا ادارة المفرقعات فيها الكشف وتعامل الكشف ده او التفتيش يعني عندنا مثلا المؤتمرات والاحتفالات كلها بتعين عليها خدمات نقطة تفتيش امنية الناس اللي داخلها بتتفتش لما يكون في شخصيات عامة بنحط بنحط بوابات وعليست اشار زي المطار بالزبط بنعمل نقطة تفتيش امنية كاملة ده اسمه التفتيش التعامل بقى اللي هم زباط التعامل مع المتفجرات اللي هم بنزله زي بالزبط كده الجراحة يعني بينزل عشان يبطل مفعولكم بلا طب بيجيلكم بلاغات كازبة فانديم فتخليكو تجاهدهم كتير وبلاغات الكازبة دي احنا بنخاف منها قوي لانها سعب بتعود الناس على انه البلاغ سلبي يعني ببرايح مطمئن فاحنا دايما بنعاود للزباط انه هم يتعاملوا مع كل البلاغات طبقا للقواعد والتعليمات اللي سبطلون في التدريب يعني ميروحش يقول اه ده عربية زي اللي فاتت لا فيه قاعدة بتقول تعامل معها كل مرة وكأنك تراهر اول مرة اه بحس انه كل مرة ما تقولش ده انا شوفتها قبل كده كل مرة تقول ايه ده يعني لازم ته يعني تأهل نفسك لانك انت طف حصم الاول لان احنا عندنا فيه قاعدة بتقول الخطأ الاول هو الاخير طبعا بتأهيل ممكن يقعد ثلاثين سنة في المجال ويجي بلاغ واحد يموته ده انتوا على اعصابكم بقى حمدل احنا عندنا قواعد ماشيين عليها وربنا يعني هو ال يعني الادارة دي نقدر نقول للمصريين انها اادارة يعني تطمننا يعني احنا وراهنا ده وادارة مع الكل يعني احنا يعني احنا ملناش في حاجة احنا بيجي لنا بلاغ ننزل نأمنه ملناش دعا بقى البلاغ لتابع مين ولا تابع ايه ولا ضد مين ولا ليه علا خب ايه ولا بالضبط كده هي ادارة خدمية يعني زيها زي المطافي طب بتكتشفوا حاجات بالصدفة احيانا؟ بالصدفة لا هو لازم يجي اختار يجي بلاغ لازم هو بس المشكلة ان واحد من الجمهور يلاقي جسم غريب ياخدوا يوديه ادارة الاطفاق او دارة المفرقعات يدخلونهم جوه يعني دي مشكلة دي كارسة طبعا يعني حصرت قبل كده ومويت الزباط يعني ياخد جسمه يعني واحد في المدان العتبة اخد شنطة دخلها لازباط جوه مويتهم راح يقولهم دي مفرقعات قالهم انا لقيت الشنطة دي تحت بس مفيش هي ثلاث دقائق وانفجرت قبل ما حتى يتحركوا بمكانه وهو كمان مات لا هو ما ماتش هو نزل وسابه اه لا ده يبقى قصد هو نزل وسابه ده كده يبقى قصد مش صدفة لا مش قصد هو ما كانتش يعرف بس هما جابوه يعني لكن هو مش قصد ولا حاجه هو سابه ونزل اه بس ده يعني ده حد سكت مشهورة على فكرة يبقى لما يشوف حاجة ما يشيلهاش ما يشيلهاش ووديها اه يعني ووديها اي مكان يبلغ يزيبها بمكانه ما يحركهاش كمان اه يعني هو طالما حاجة مشتبه فيها فيها اعراض الاشتباه يختر مئة وتمانين وما يحركهاش ولا يلمسها ويعني يبقى قطر خيره لو بعد الناس عانها سيد لو محمد جمال مدير ادارة المفرقعات بالدخلية انا بشكو حدك ازعجناك وشهرناك انا عارف ان احضرك عندك شغل دايما بدري لكن نتمنىلكو التوفيق دايما وربنا يحمي مصر ان شاء الله ونشوفش اجوانك وربنا حميها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هنروح بقى اله